وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي مادة اللغة العربية تم الاستعانة بنوطة الإستاذ أحمد فراج في الحل تقدمت مبادرة ضوء بصوت رحيق كنجو النص الأدبي بعنوان عرس المجد للشاعر عمر أبو ريشا ولد عام 1910 وتوفي عام 1990 ميلادي عمر أبو ريشا شاعر سوري نشأ وترارع في منبج ثم أقام مع أسرته في حلب وتعلم في مدارسها ليكمل دراسته الثانوية في جامعة الأمريكية في بيروت أرسله والده إلى إنجلترا ليدرس صناعة النسيج ولكن الشاعر كان أقرب إلى نفسه من هذه الدراسة شغل مناصب عدة فمن مدير لدار الكتب الوطنية بحلب إلى سفير لبلاده في الهند والنمسا والولايات المتحدة نظم الشاعر في سن مبكرة وكان غذير الإنتاج حيث خلف تسعة دواوين أحدها بالإنكليزية وملحمة وتسع مسرحيات ويعد شعر الحماسة والوطنية وشعر الغزل أبرز موضوع اعتشاره مدخل إلى النص خرج الشعب السوري على احتلال الفرنسي مشعل ثورات في كل مكان إلى أن سطر بدماهه يوم الجلاء العظيم في السابع عشر من نيسان عام ستة وأربعين وتسعمائة وألف وها هو ذا الشاعر عمر أبو ريشا يؤرخ الانتصارات بلده بحروف من نور ويصور فرحة الانتصار بجلاء المحتل عن أرض الوطن ويشد بتضحيات السوريين العظيمة في يوم الجلاء النص يعرس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهبي لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدمع حر أبي درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأربي وارتمى كبر الليالي دونها لين النابي كليل المخلبي لا يموت الحق مهما لطمت عرضيه قبطة المغتصبي من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي وأتى الدنيا فرفت طربا وانتشت من عبقه المنسكبي وتغنت بالمرؤات التي عرفتها في فتاه العربي أصيض ضاقت به صحراؤه فعدته لأفق أرحبي هب للفتح فأدمى تحته حافر المهري جبين الكوكبي يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جو المغتربي قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهرة ولم نحتسبي وأرقناها دماء حرة فاغر فيما شئت منها واشربي نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارجي الملتهبي هذه طربتنا لن تذهب سوانا من حماة ندبي انتهى النص ننتقل إلى شرح المفردات الأرب الحاجة والبغية والأمنية كليل ضعيف أصيض مزهون بنفسه مارج لهب شديد جوى حرقا وشوق شرح الأبيات البيت الأول أيضها الحرية يحق لك أن تتبختري وتجري في ربوعك الجميلة أثواب الفرح المطرزة بالنجوم البيت الثاني لن تجد في ثرى هذا الوطن زرة إلا وتفوح منها الرائحة الذكية لدمي الشهداء البيت الثالث انتشر الظلم في أرضها مدة من الزمن وهلك دون أن يحقق غايته البيت الرابع خضع لها جبروت الزمن بعد أن أهكته بقوتها وشجاعتها وصمودها فقلمت أصفاره وانتصرت عليه البيت الخامس لن يفنى الحق وسوف ينتصر في النهاية مهما حاربه الظالمون البيت السادس كانت هذه الأرض المباركة مهد الإسلام والحضارة فقد أنارت للعالم درب الإيمان والحضارة مرة بعد مرة البيت السابع ملأ الهدى الأرض فرقصت الدنيا منتشية بعطره الفواح البيت الثامن وهو التاريخ يتباهى ويتفاخر ببطولات الإنسان العربي وشيامه التي عرفها منذ القدم البيت التاسع يزهو ويفتخر بنفسه فلم يكتفي بنشر الإسلام والحضارة في أرضه العربية بل نشرهما في كل أسقاع الأرض البيت العاشر فقد انطلق يدافع أرضه وكرامته فروى أرضه بالدمائه الطاهرة ونشر حضارته في كل العالم البيت الحادي عشر ما أجمل اللقاء بك ييتها الحرية بعد زمان عان فيه المغتربون عن وطنهم ألم اللوعة والفراق البيت الثاني عشر عرفنا أن مهرك غالي ولكننا لم نتوانى عن دفعه حتى ولو كان ثمنه أرواحنا البيت الثالث عشر بذلنا دماءنا فداء لك فهنيئا لك بتلك التضحيات العظيمة التي قدمها أبنائك مهرا لك البيت الرابع عشر لم نستسلم لليأس والحزن بل حولنا ضعفنا إلى قوة قاومة الأعداء وأسلحتهم الفتاكة البيت الخامس عشر إن وطننا لن ينمو إلا بنا فنحن المدافعون عنه الحريصون على كل ذرة من درابه انتهى شرح الأبيات بطاقة النص النص عرس المجد اسم الشاعر عمر أبو ريشا بلده سوريا العاطفة وطنية قومية المذهب إبداعي النمط وصفي سردي البحر الرمل القيم الواردة التضحية في سبيل الوطن الاعتزاز بالماضي المجيد الاعتزاز بالنصر والاستقلال تقدير الشهادة في سبيل الوطن الفكرة العامة تمجيد يوم الجلاء والإشادة بالتضحيات الفكرة الرئيسية الأولى أي فكرة المقطع الأول الفرح بجلاء المستعمر عن أرض الوطن الفكرة الفرعية البيت الأول الفرحة بالجلاء الشعور الفرح البيت الثاني تمجيد التضحيات الشعور الافتخار والاعتزاز البيت الثالث تصوير ظلم المحتل الشعور الافتخار والاعتزاز البيت الرابع سقوط المحتل أمام المقاومة الشعور الافتخار والاعتزاز البيت الخامس انتصار الحق في معركته ضد الباطل الشعور التفاؤل والأمل الفكرة الرئيسية الثانية أي فكرة المقطع الثاني الإشادة بالماضي المجيد الفكرة الفرعية البيت الثادس انطلاق الحضارة من الأرض العربية الشعور الإهجاب البيت السابع فرح الكون بالهدى الشعور الفرح البيت الثامن التغني بأخلاق الإنسان العربي الشعور الافتخار والاعتزاز والعجاب البيت التاسع الإشادة بالانتصارات العربية الشعور الافتخار والاعتزاز البيت العاشر انطلاق العرب إلى الفتوحات بكل همة واقتدار الشعور الافتخار والاعتزاز الفكرة الرئيسية الثالثة أي فكرة المقطع الثالث تمجد التضحيات التي بوذلت في سبيل الحرية الفكر والفرعية الشعور الافتخار والاعتزاز البيت الخامس عشر حماية أبناء الوطن لأرضهم الشعور التفاول ننتقل إلى مهارات الاستماع السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي بدأ الشعر في النص محذرا معتزا مدافعا أم لائما الجواب معتزا السؤال الثاني ما جوانب التي أسهمت في تحقيق الجلاء كما بدت في النص الجواب المقاومة والنضال وبدل الأرواح رخيصة في سبيل حرية الوطن وكرامته مهارات القراءة اقرأ النص قراءة صامتة ثم أجب عن السؤالين الآتيين السؤال الأول تغنى الشعر بصفات الإنسان العربي في النص هات صفتين له الجواب مزهو بنفسه شجاع لا يقبل الضيم السؤال الثاني هات مؤشرين على انتصارات الشعب السوري في نضاله الجواب انتصاره على الظلم وتحرير أرضه ننتقل إلى الاستيعاب والفهم والتحليل المستوى الفكري السؤال الأول استعن بالمعجن فيه تعرف المعاني المختلفة للفعل رفة واختر منها ما يناسب معناها في سياق النص رف الشيء تحرك واهتز بسرعة رف البرق تلألأ رفت عيناه اضطربت واختلجت رفت عليه السعادة حفته وهو في النص بمعنى تحرك واهتز بسرعة إبراز الفرق في المعنى بين المهر والمهر وجمع كل منهما الجواب المهر ولد الفرسي جمعه أمهار ومهار ومهارة أما المهر جمعه مهور هو الصداق أي ما يدفعه الزوج لذوجته بعقل زواج معجلا أو مؤجلا السؤال الثاني ما الفكرة العامة التي بني عليها النص الجواب تمجد يوم الجلاء والإشادة بتضحيات السوريين العظيمة لطرد الاحتلال الفرنسي السؤال الثالث إلى ما دع الشاعر الحرية في المقطع الأول ولماذا الجواب دعاها أن تجر ذيول العز والفخار فرحا بهذا الانتصار العظيم السؤال الرابع انطول مقطع الثاني على تنديد ضمني بالمستعمر الغربي وضح ذلك الجواب حول المستعمر البلاد إلى صحراء بسبب ممارساته الظالمة السؤال الخامس قام الشباب السوري بمهمات جليلة في سبيل لين الاستقلال حددها في ضوء فهمك المقطع الثالث الجواب بذل الدماء رخيصة في سبيل حرية الوطن عدم الاستسلام من اليأس وتحويل الضعف إلى قوة من خلال المقاومة والنضال حماية الوطن والذود عن ترابه بكل غال ورخيص السؤال السادس ها الدليل من النص على كل من القيم الواردة في جدول الآتي الجواب القيمة التضحية في سبيل الوطن الدليل وأرقناها دماء حرة القيمة الاعتزاز بالماضي المجيد الدليل من هنا شق الهدى أكمامه القيمة الاعتزاز بالنصر والاستقلال الدليل هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندبي السؤال السابع قال الشاعر نزار قباني مخاطبا دمشق في نصر تشرين وضعي طرحة العروس لأجلي إن مهر المناضلات ثمين واذا بين هذا البيت والبيت الثاني عشر من النص من حيث المضمون البيت الثاني عشر قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهرة ولم نحتسبه الجواب التشابه كلاهما يؤكد أن نيل الحرية يحتاج لتضحيات عظيمة لذار قباني يطلب إلى دمشق أن تلبس طرحة العرس إكراما له دفع أبناء الوطن مهرا غاليا لتلك العروس عمر أبو ريشة عرف أبناء الوطن أن مهر الحرية هو بذل دمائنا فداء لك بذل أبناء الوطن دماؤهم رخيصة في سبيل الحرية المستوى الفني السؤال الأول اعتمد الشاعر النمط السردي في المقطع الثاني للتعبير عن معانيه هات مؤشرين لذلك الجواب الجمل الخبرية من هنا شق الهدى أكمامه أصيدا ضاقت به صحراؤه أفعال الحركة شقّة هذا هب السؤال الثاني بما تعليل اعتماد الشاعر على الصفات المشبهة في تعبيره عن الإنسان العربي والمحتل الجواب للتأكيد على ثبات الصفة في الموصوف فالصفات الإيجابية مثل الشجاعة والإباء ثابتة في الإنسان العربي منذ القدم والصفات السلبية مثل البغي والظلم ثابتة في المحتل منذ القدم السؤال الثالث استعمل الشاعر في المقطع الثاني ضمير الغائب ثم ضمير المتكلم في المقطع الثالث بين دور كل منهما في خدمة المعلم الجواب استعمل الشاعر ضمير الغائب للاعتزاز بالأجداد في الماضي المجيد فأوحد دلالة الغياب بالبعد الزمني وعلومة كانت الأجداد وأما ضمير المتكلم فقد استعمله عند الاعتزاز بوطولات العرب في الحاضر فأوحد دلالة الحضور بالنجة والحمية الحاضرة لتفاعين الأرض وتأكيد الوجود العربي وبطولاته المستمرة فحقق بذلك الشاعر ربط حاضر الأمة بماضيهم السؤال الرابع استخرج من المقطع الأول صورة بيانية ثم حللها واذكر وظيفتين من وظائفهم الجواب عروس المجد استعارة تصريحية شبه الحرية بالعروس حذف المشبه الحرية وصرح بلفظ مشبه به عروس على سبيل الاستعارة التصريحية وظيفة الصورة إطفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء عبر الشاعر عما يكتنفهم من مشاعر الفرح والسروم من خلال إطفاء نفسيته على الطبيعة فسخر الحرية لأداء هذه الوظيفة فجعلها عروسا معتمدا في ذلك على التشخيص السؤال الخامس من وظائف الصورة إطفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء وضح ذلك في الصورة الآتية دربتنا لن تذهب سوانا الجواب عبر الشاعر عن فرحه من خلال هذه الصورة فقد أطفى الشاعر فرحه وسعادته على أرض الوطن فجعلها مذهية بأبنائهم السؤال السادس استخرج من النص طباقا ثم بيّن دوره في خدمة المعنى الجواب درجة وهوى ضاقت وأرحب الغالي نرخص ضعف وقوة دور الطباق في خدمة المعنى إضاح المعنى وتأكيده وإثارة الخيال بإبراظ الفرق بين المتضادين السؤال السابع مثل لأداتي من الأدوات الفنية التي اتكأ الشاعر عليها في النص في إبراظ كل من شعوري الفرح والاعتزاز الألفاظ عروس الهدى المهر قوة أصيد حماد نذب الصور عروس المجد شق الهدى أكمامه تذكر من أدوات التعبير عن العاطفة الألفاظ التراكيب والصور السؤال الثامن من منابع الموسيقى الداخلية تكرار المفردات استعمال الحروف الهامسة المحثينات اللفظية مثل لكل منها الجواب تكرار المفردات عروس المجد مهر استعمال الحروف الهامسة سين وشين وصاد وحاء المحسينات اللفظية التصريع سحبي الشهبي الجناس طابة طالة السؤال التاسع قطع عروضياً للبيت التاسع من النص ثم سمي بحره وستقر رواذاته الجواب بحر الرمل ملاحظة نشير إلى الحرف المتحرك بحركة ونكتبها على شكل شخطة ونشير إلى الحرف الساكن بسكون ونكتبها على شكل دائرة صغيرة أصياد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحبي حركة سكون هاركا هاركا سكون هاركا هاركا سكون 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 فعلات 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 تصبح فعلات أو فعل المستوى الإبداعي ختم الشعر قصيدته بدور الأبطال في حماية الأرض وحفظ كرامتها أضف إلى هذه الخاتمة ما يعزز هذا الدور الجواب إن ما يعزز هذا الدور هو تكاتف أبناء الوطن الواحد لدفاع عن الوطن وبنائه بالسيف والقلم والحرص على وحدة أرضه والحفاظ على كل ذرة من ترابه التعبير الكتابي اكتب مقالة تتحدث فيها عن جلاء المستعمر الفرنسي عن سوريا وما يتضمنه من معاني المقيم سامية مبينا العوامل التي أسهمت في تحقيقه الجواب أعلن الشعب العربي السوري الثورات في كل أنحاء البلاد ضد الاستعمار الفرنسي عام 1920 الذي ارتكب أفضع الجرائم وتمكن الشعب بنضاله وتصديه البطولي من تحرير سوريا وجلاء الفرنسيين عنها عام 1946 صنع أجدادنا ملحمة الاستقلال بعشق الوطن وتضحية في سبيله وقد أدرك المستعمر أن الشعب الضمآن للحرية لن توقفه جيوش الأعداء فإذا كان للباطل جولة فللحق جولات ولابد أن ينتصر الحق على الباطل مهما طال الزمن ولابد للأرض أن تعود إلى أصحابهم وقد ظل نضال مستمرا حتى تحقق الجلاؤه ليصبح يوم السابع عشر من نيسان يوم عرس وطني طوى وراءه أيام سودا أثبت فيها المناضل السوري لكل من يريد أن يمسه الأمة بسوء أن العربي شهما في مواقف شهامتي شجاع عند الملمات صلبا في مواقفه وأنه ليس بالجبان الذي ينام على الضيم وقد نجح السوريون في تحرير أرضهم وتطهيرها من رجس المحتلين بما قدموه من تضحيات عظيمة فقد سقوا أرضهم الطاهرة من دمائهم تلك الأرض التي كانت أما حنونا احتضنت أولئك الأبطال الذين دافعوا عنها بكل قوة فكان لهم ما أرادوا فقرت أعينهم بتحرير وطنهم وحري بنا أن نتذكر في كل مناسبة أن هناك محتلا صهيونيا أبكم ماذا لجاثما فوق صدر الأمة ولا بد من أن يجيء يوم عظيم وقعه كيوم الجلائي تعود فيه الحقوق المسلوبة إلى أصحابها ننتقل إلى التطبيقات اللغوية السؤال الأول ادرس مبحث الحال مستفيدا من الحال الواردة في البيت الآتي وارتم كبر الليالي دونها لين النابي كليل المخلبي لين حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة في الاستزادة راجع درس الحال في قسم النحو السؤال الثاني أعرف البيت الآتي إعراب مفردات وجمل راجع إعراب النص لن ترى حفنة رمل فوقها لم تعطر بدمى حر أبي السؤال الثالث اسكر القاعدة الصرفية لصوغص من مكان مغنى ومثل لها بأمثلة مناسبة من عندك الجواب يصوغص من مكان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل إذا كان معتل اللام مثل مشى ممشى ثقى مسقى أوى مأوى السؤال الرابع كتبت الألف اللين على صورتها في الفعلين أتى وتهادى اشرح القاعدة الإمنائية لكتابة كل منهما الجواب أتى ألف مقصورة فعل الثلاثي أصلها ياء تكتب الألف اللين مقصورة في الفعل الثلاثي إذا كان أصلها ياء مثل مشى وسقى تهادى ألف مقصورة فعل فوق الثلاثي لم تسبق بياء وتكتب الألف اللين مقصورة في الفعل فوق الثلاثي إذا لم تسبق بياء مثل أعطى واستوى السؤال الخامس هات المصدر من الفعل تشد واشرح قاعدتي الهمزة الأولية والمتطرفة في هذا المصدر الجواب إن تشاء الهمزة الأولية همزة وصل مصدر لفعل خماسي الهمزة المتطرفة سبقت بحرف ساكن فكتبت على الصبر ننتقل إلى الإعراب يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانين ذيول الشهبي يا عروسة يا حرف نداء عروسة منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المجد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة تيهي فعل أمر مبني على حثف النول لأن مضارعه من الأفعال الخمسة ويا المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واسحبي ألواه حرف عطف اسحبي فعل أمر مبني على حثف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة ويا المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل في مغانينا في حرف جر مغانينا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة والجر والمجرور متعلقان بالفعل سحبي نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة ذيولى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الشهبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة جملة تيه جملة فعلية استئنافية لمحلة لها من الإعراب جملة اسحبي جملة فعلية معطوفة على جملة تيه فهي مثلها لمحلة لها من الإعراب البيت الثاني لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدمى حر أبي لن تري لن حرف ناصب تري فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حسف النون لأنه من الأفعاد الخمسة ويا المؤنثة المخاطبة ضمين متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل حفنة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة رمل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة فوقها مفعول فيه ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق بالفعل تري والهاء ضم المتصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة لم تعطر لم حرف جاسم تعطر فعل مضارع مبني للمجهول مجزون وعلامة جسمه السكون ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي بديما الباء حرف جر ديما اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الهمزة المحزوفة للتخفيف والجار والمجرور متعلقان بالفعل تعطر حر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة أبي صفة مجرورة علامة جره الكسرة المقدرة على الياء للثقل جملة لم تعطر جملة فعلية في محل نصب صفة لحفنة البيت الثالث درجة البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأربي درجة فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره البغي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة عليها على حرف جر والهاء ضمن المتصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل درجة حقبة مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة متعلق بالفعل درجة وهوى الواو حرف عطف هوى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو دون مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة متعلق بالفعل هوى بلوغي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة الأربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة البيت الرابع وارتم كبرو الليالي دونها لين النابي كليل المخلبي وارتم الواو حرف عطف ارتم فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر كبرو فعل مرفوع وعلامة رفعه الظاهرة الليالي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدر على الياء للثقل دونها مفحول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة متعلق بالفعل ارتمع والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جرب الإضافة لين حال منصوبة وعلامة نصبه الفتح الظاهرة النابي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة كليلة حال منصوبة وعلامة نصبه الفتح الظاهرة المخلبي مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة الظاهرة البيت الخامس لا يموت الحق مهما لطمت عرضيه قبضة المغتصب لا يموت لا نافية لا عمل لها يموت فعل مضارع مرفوع وعلى مترفعه الضم الظاهرة الحق فعل مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لطمت فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره وهو في محل جازم فعل الشرط وتأت تأنيث الساكنة حرق لا محل له من الإعراب عرضيه وفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وخزفة النون للإضافة والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة قبضة فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة المغتصب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة البيت السادس من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي من هنا من حرف جر هنا اسم إشارة مبنى على السكون في محل الجر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل شقة شقة فعل ماض مبنى على الفتح الظاهر على آخره الهدى فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف للتعذر أكمامه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة والهاء ضم المفتصر مبني على الضم في محل الجر بالإضافة وتهادى ألواو حرف عطف تهادى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والفعل ضم المستتر جوازا تقديره هو موكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتح الظاهرة في موكبي في حرف جر موكبي اسم مجرور وعلامة جره الكثرة الظاهرة البيت السابع وأتى الدنيا فرفت طربا وانتشت من عبقه المنسكبي وأتى ألواو حرف عطف أتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر والفعل ضمير مستتر جوازا تقديرهم هو الدنيا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدر على الألف للتعذر فرفت ألفاء حرف عطف رفت فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره وتاء التأنيس الساكنة حرف لا محل له من الإعراب والفعل ضمير مستتر جوازا تقديرهم هو طربا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وانتشت ألواو حرف عطف انتشت فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره وتاء التأنيس الساكنة حرف لا محل له من الإعراب والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو من عبقه من حرف جر عبقه اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة والجار والمجرور متعلقان بالفعل انتشت والهاء ضمير مستر مبني على الكسر في محل الجر بالإضافة المنسكب صفة مجرورة على مجرها الكسر الظاهرة البيت الثامن وتغنت بالمروآت التي عرفتها في فتاها العربي وتغنت ألواو حرف عطف تغنت فعل ماض مبني على الفتح وتاء التأنيس الساكنة حرف لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو بالمروآت ألباء حرف جر المروآت اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة والجار والمجرور متعلقان بالفعل تغنت التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة عرفتها فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره وتاء التأنيس الساكنة حرف لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به في فتاها في حرف جر فتاها اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الألف للتعذر والجار والمجرور متعلقان بالفعل عرفت والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة العربي صفة مجرورة وعلامة جره الكسر المقدرة على الياء ذي الثقل وجملة عرفتها جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب البيت التاسع أصيض ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحبي أصيض خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو مرفوع وعلامة رفعه انضم الظاهرة ضاقت فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره وتأنيس الساكية حرف لا محل له من الإعراب به ألباء حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر صحراؤه فعل مرفوع وعلامة رفعه انضم الظاهرة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة فأعدته ألفاء حرف عطف أعدته فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره وتاء التأنيس الساكنة حرف دا محل له من الإعراب والفعل ضمير مستطير جوازا تقديره هو بأفق اللام حرف جر أفق اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة والجر والمجرور متعلقان بالفعل أعدته أرحب صفة مجرورة على مجره الكسر الظاهرة جملة ضاقت جملة فعلية في محل رفع صفة لأسيض جملة أعدته جملة فعلية معطوفة على جملة ضاقت فهي مثلها محلها الرفع البيت العاشر هبى للفتح فأدمى تحته حافل المهر جبين الكوكبي هبى فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره والفعل ضمير مستطير جوازا تقديره هو للفتح اللام حرف جر الفتح اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة والجر والمجرور متعلقان بالفعل هبى فأدمى الفاء حرف عطف أدمى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر تحته مفعول فيه ظرف مكان منصوب علامة تصبه الفتح الظاهرة متعلق بالفعل أدمى والهاء ضمير المتصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة حافر فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة المهري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة جبينة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة الكوكب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة البيت الحادي عشر يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جو المغتربي يا عروس يا حرف نداء عروس مناض مضاف منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة المجد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة طاب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره الملتقى فعل مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على الألف التعذر بعدما مفعول فيه ظرف زمان ونصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة ما مصدرية طال فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره والمصدر المؤول من ما طال في محل جرب الإضافة جو فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف التعذر المغتربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة جملة طابة جملة فعلية استئنافية لا محل لها من الإعراب جملة طالة جملة فعلية صلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب البيت الثاني عشر قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهرة ولم نحتسبه قد حرف تحقيق عرفنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاده بناد دالة على الفاعلين ناظ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل مهرك مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جرب الإضافة الغالي صفة مجرورة على مجرها الكسر المقدرة على الياء للثقل فلم الفاء حرف عطف لم حرف جازم نرخص فعل مضارع مجزوم علامة جسمه السكون وحرك بالكسر منع من التقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحل المهرة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة ولم الواو حرف عطف لم حرف جازم نحتسب فعل مضارع مجزوم وعلامة جسمه السكون وحرك بالكسر للضرورة الشعرية البيت الثالث عشر وأرقناها دماء حرة فانغرف ما شئت منها واشربي وأرقناها الواو حرف عطف أرقناها فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناد دالة على الفاعلين نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول دماء مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة حرة صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة فغرفي الفاء حرف عطف غرفي فعل أمر مبني على حث النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة وياء المؤنث المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ما قسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به شئت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل متحركة والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل منها من حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر والجر والمجرور متعلقان بالفعل غرفي واشربي ألوى وحرف عطف شربي فعل أمر مبني على حث النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة وياء المؤنث المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل جملة شئتي جملة فعالية صلة الموصول الاسمي لا محل لها من العراب البيت الرابع عشر نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهبي نحن طبير رفع منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ من حرف جر ضعف اسم مجرور وعلى مجره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور متعلقان بالفعل بنينا بنينا فعل ماض مبني على السقون لاتصاله بنات دالة على الفاعلين نا ضمير متصل مبني على السقون في محل رفع فاعل قوة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة لم تلن لم حرف جر تلن فعل مضارع مجروم وعلامة جزمه السقون الظاهر والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي للمارجي اللام حرف جر المارجي اسم مجرور وعلى مجره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور متعلقان بالفعل تلن الملتهب صفة مجرورة وعلى مجره الكسرة الظاهرة جملة بنينا جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ نحن جملة لم تلن جملة فعلية في محل نصب صفة لقوة البيت الخامس عشر هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة ندبي هذه الهاء للتنبيه ذهي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ تربتنا بدل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة ناظمير متصل مبني على السقون في محل الجر بالإضافة لن حرف ناصب تزدهي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة بسوانا الباء حرف جر سوى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر والجار والمجرور متعلقان بالفعل التزدهي ناظمير متصل مبني على السقون في محل الجر بالإضافة من حماة من حرف جر حماة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور متعلقان بالفعل التزدهي ندو بي صفة مجرورة وعلامة جره الكسرة الظاهرة جملة لن تزدهي جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ هذه نهاية الإعراب ننتقل إلى التطبيقات الأساليب النحوية الأسلوب نوعه نداء أدواته يام الأسلوب لم تعطر نوعه نفي أدواته لم لا يموت الحاق نوعه نفي أدواته لا قد عرفنا نوعه توكيد أدواته قد لن تزدهي نوعه نفي أدواته لن المشتقات المشتق مغنى نوعه اسم مكان وزنه مفعل فعله غني المشتق حر نوعه صفة مشبهة وزنه فعل فعله حرر المشتق أبي نوعه صفة مشبهة وزنه فعيل فعله أبي كليل نوعه صفة مشبهة وزنه فعيل فعله كلل مخلب اسم آل وزنه مفعل فعله خلبة مغتصب اسم فاعل وزنه مفتعل فعله اغتصب منسكب اسم فاعل وزنه منفعل فعله انسكب أصيض صفة مشبهة وزنه أفعل فعله صيضة ملتق اسم مكان وزنه مفتعل فعله التق مغترب اسم فاعل وزنه مفتعل فعله اغترب ملتهب اسم فاعل وزنه مفتعل فعله التهب حماد حامي اسم فاعل وزنه فاعل فعله حمى الهمزة الهمزة، الكلمة اسحبي وغرفي واشربي، نوع الهمزة وصل، سبب كتابتها أمر لفعل سلاسي، ارتمى وانتشت نوع الهمزة وصل، وسبب كتابتها ماضي خماسي، المرؤات، همزة متوسطة، سبب كتابتها مفتوحة سبقت بواو ساكنة فكتبت على الصدر، صحراؤه، متوسطة، سبب كتابتها مضمومة سبقت بحرف ساكنة فكتبت على واو، أدمى، أراقة، همزة قطع، ماضي رباعي، دماء، متطرفة سبقت بحرف ساكنة فكتبت على الصدر، شئتي، متوسطة، ساكنة، سبقت بحرف مكسور فكتبت على نبرة. الألف اللينة، الكلمة هوا أتى، نوع الألف مقصورة، سبب كتابتها فعل ثلاثي، أصلها ياء، الرتمة، تهادة، أدمى، نوع الألف مقصورة، سبب كتابتها فعل فوق الثلاثي، لم تسبق بياء، الهدى، جوا، مقصورة، اسم ثلاثي، أصلها ياء، الملتقى، مقصورة، اسم فوق الثلاثي، لم تسبق بياء، التاء، الكلمة، حفنة، حقبة، قبضة، حرة، قوة، نوع التاء مربوطة، سبب كتابتها اسم مفرد مؤنس، يموت مبسوطة، من أصل الفعل، لطمت، رفت، انتشت، تغنت، ضاقت، مبسوطة، تاء التأنيس الساكنة، المرؤات مبسوطة، تاء جمع المؤنس السالم، شئتي مبسوطة، تاء الرفع المتحركة، حمات مربوطة، جمع تكسير لم ينتهي مفرده بتاء مبسوطة، البلاغة الصورة عروس المجد، نوعها استعارة تصريحية، وظيفتها إطفاء نفسية المبدع للطبيعة والأشياء، تعطر بدمى استعارة مكنية، وظيفتها الشرح والتوضيح، لا يموت الحق استعارة مكنية، وظيفتها الإيحاء، درجة البغي استعارة مكنية، وظيفتها الشرح والتوضيح، اجتمى كبر الليالي استعارة مكنية، وظيفتها الشرح والتوضيح، شق الهدى أكمامه استعارة مكنية، وظيفتها الشرح والتوضيح، أتى الدنيا فرفت طربا استعارة مكنية وزيفتها إدفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء لم تلن للمارج الملتهب استعارة تصريحية وظيفتها الشرح والتوضيح الرمز تربتنا لن تزدهي استعارة مكنية وظيفتها إدفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء انتهى التسجيل